ولذلك الذين حتى سألوا عابهم أيها الإخوة على عرض الدنيا وتجميعه وتجميع المغانم ابتدعوا حيلة لا أقول بدعة التليفون الفقي افتح تليفون واسأل وخذ الفتو ودفع فلوس للشركة ويتقسمها الشيخ أو المؤسسة الدينية فقه 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 في كل شيء مع أن الفقه لا يزيد في كتاب الله تبارك وتعالى على ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو خمسة في المئة خمسة وتسعون معطلة أين هي أين الخمسة وتسعون من القرآن الكريم دائما كنت مرتاح على الضمير وواثق من تعبير حين أقول نحن نمشي ومشينا الدين بالمقلوب الدين يمشي على رأسه كل شيء فقه انتبهوا فأصبحنا أشبه أيه باليهود من هذه الناحية ولذلك فينا قساوة اليهود صرامة حدية النزعة القانونية هذا لي هذا لك اختلف الذين تكلموا في آيات الأحكام هل هي محصورة ابتداء أم غير محصورة والذين ذهبوا إلى أنها محصورة والمعقول أن تكون محصورة لأن القرآن محصور القرآن فيها المطاف ستة آلاف ومئتا آية وكسر قريب من أربعين آية في اختلاف طبعا بحسب تعداد الآيات المختلفة هؤلاء اختلفوا فمنهم من بلغ بها ثمانمائة آية وهو أبوكر ابن العربي حتى أنه قال القصص قصص القرآن يمكن أن يستنبط منها أحكام لكن نحن نريد الأحكام بالطريقة الفقهية المعروفة في مدونات الفقه هذا يبعد هذا القول هذا يبعد هذا القول ومنهم من هبط بها إلى مئة قال آيات الأحكام مئة آية فقط ثم بعد ذلك منهم من صاعد فمن جاعل إياها مئة وخمسين ومن بالغ بها مئتين ومن مدعن أنها ثلاثمائة والإمام الغزالي ومن تبعه قالوا هي خمسمائة وهذا مشهور ولعله الأشهر من بينها لو أخذنا قولا وسطا وقلنا إنها في حدود ثلاثمائة آية قولا وسطا وكان بين ذلك قوام بين أولئكم الأقوال ماذا كان ذلك ليعني حين يعني إنه يعني أن آيات الأحكام لا تزيد أيها الإخوة على نحو أربعة ونصف في المئة لم تبلغ حتى الخمسة في المئة أما إذا قلنا إنهن مئتا آية فهي زواء ثلاثة في المئة أما إذا قلنا إنها مئة آية فهذا واحد في المئة أو أقل شيء عجيب على كل حال واحد اثنان ثلاثة خمسة في المئة ستة في المئة أيها الإخوة ستة في المئة أين بقية القرآن ماذا يفعل القرآن أين القرآن لماذا أقول هذا لأنه كما هو معلوم أيها الإخوة نصف المكتبة الإسلامية فقه العالم الشرعي الأكثر مطلوبية في هذا العصر وفي كل عصر الفقه البرامج الشرعية الأكثر استهلاكا والأكثر مطلوبية وأقبال عليها البرامج الفقهية الفتاوى ولذلك الذين حتى سألوا عابهم أيها الإخوة على عرض الدنيا وتجميعه وتجميع المغانم ابتدعوا حيلة لا أقول بدعة التليفون الفقهي افتح تليفون واسأل وخذ الفتاوى ودفع فلوس للشركة ويتقسمها الشيخ أو المؤسسة الدينية فقه 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 في كل شيء مع أن الفقه لا يزيد في كتاب الله تبارك وتعالى على ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو خمسة في المئة خمسة وتسعون معطلة أين هي أين الخمسة وتسعون من القرآن الكريم لذلك لا يمكن دائما كنت مرتاح على الضمير وواثق من تعبير حين أقول نحن نمشي ومشينا الدين بالمقلوب الدين يمشي على رأسه الدين يمشي على رأسه ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا هذه الحالة المقلقة جدا والمؤسفة للتدين المعاصر وطبعا عبر العصور هي حالة مؤسفة لكن في هذا العصر أكثر إيه؟ أكثر إخلاقا وإزعاجا قد تجد المتدين عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة وقد يكون رأسا في التدين ومن حمل في العلم على أنه لا تتمثل فيه أخلاق القرآن الكريم ولا أخلاق النبي المحمد صلواته ربي وتسليمته عليه وآله حتى بنسبة إيه خمسة في المئة مش موجودة فيه وفيه الأخلاق المعاكسة تماما ودائما طالما دابت على إيه أن أكرر وأقول لو أردت أن تدخل في صفقة معينة في متاجرة من من إخوانك من من معارفك من من الذين يبدو عليهم سماء التدين يمكن أن يكون موضع ثقتك ودائما يأتي الجواب تقريبا غير موجود واحد في المئة واحد في الألف تقريبا غير موجود ويدك على قلبك هذه حالة واقعية وصادقة ومن جرب عرف مثل هذه المعرفة طبعا ومن جرب عرف مثل هذه المعرفة إذن أين الدين أين التدين ما الذي يحصل لا نتيجة طبيعية وضعية طبيعية للطريقة التي أصررنا على أن نفهم بهالدين وهي الطريقة التي سميتها الطريقة الفقهوية تسبق الفقه كما يقول نزعة علموية ثقافوية اقتصدوية إلى آخرية يعني كل شيء فقط في إطار الفقه كله يبدأ سيعود إلى الفقه الفقه والفقه وحده نعلي الفقه على حساب الجوانب الأخرى هذه نزعة فقهوية هذا منزعة فقهوي الفقه وحده على حساب الجوانب الأخرى الحساب ماذا؟ على حساب ولا أتكلم على العقيدة بلغة ألماء حقيقة القرآن الكريم والقرآن لا يريد أن يقرر حقائق جامدة خاملة إنما يريد أن يقرر حقائق نابضة حية تعيد جوهرة الإنسان تعيد جوهرة الإنسان تحيل الإنسان المؤمن الطالب لله تبارك وتعالى ذا صلة حقيقية بالله وذا تواصل حقيقي بالله تبارك وتعالى هناك صلة صلة شخصية هو يشعرها علاقة خاصة لا أقول علاقة حميمة أكثر من ذلك علاقة العبد لربه عبودية في معنى عميق من معانيها إزاء ربوبية في معنى جليل من معانيها ربوبية بدأت تتكشف لهذا العبد الصالح فيعلم مقام نفسه وذاته الأدنى من مقام ربه الأعلى فيخشى ربه من فوقه لا إله إلا هو ويجله ويوقره ويجل أمره ونهيه ويقف عند حدوده نوع من التكشف نوع من الشرح كما سنقول بعيدة قليل هذا هو المقصد من العقيدة أيها الإخوة هذا هو المقصد من العقيدة ولا أريد أن أسرد مفردات كثيرة معلومة لكم جميعاً إن شاء الله وجمعوات أيضاً الجانب الآخر خلاف العقيدة وعلى كل حال آيات العقيدة زواء 30% من القرآن الكريم آيات الفقه 3% 5% آيات العقيدة زواء 30% وما في عقيدة عقيدة حقيقية لا في عقيدة على المنابر وعقيدة نستخدمها لكي نحكم على الناس هذا مبتدع وهذا مشرك وهذا كافر كلام فارغ بكلمة واحدة كلام فارغ ليس هذا نريد عقيدة تصلنا بالله حقاً نريد عقيدة ترسل لنا رسالة تطمئننا أننا على الطريق بعون ذو الله تعالى كيف نطمئن أننا على الطريق نشعر سنة فسنة وشهراً فشهراً وأسبوعاً فأسبوعاً بل يوماً فيوماً وساعة فساعة أننا أكثر قرباً من الله تبارك وتعالى أننا أكثر حباً له أكثر خشية له لا إله إلاه وأكثر معرفة به اتسع المنظور المنظور العقدي اتسع اتسع المعنى لديك إذا بقي المعنى كما هو للأسف يؤسفنا أنا أقول لك يا حبيبي ما عرفت الله إذا بقي المعنى الذي درسوك إياه في المساجد واستحفظوك عليه وحافظته سواء في منظومات عقدية أو في غير ذلك وظللت تردده وتكرره كما هو أقول لك يؤسفني ما عرفت الله ما عرفت الله وهذه المعرفة المكرورة الجاملة الخاملة لن تجدي لن تجدي شيئاً في إعادة جوهرتك لك تشعر بأنك تنمو تزكو قد أفلح من زكاها والزكاء هو النماء الزيادة تتعملق تتعمق وتتنوع تعميق وتنويع تتعمق وتتنوع دينياً روحياً محزن جداً مؤسف للغاية أن تأتي إلى رجل كبير في السن بلغ الأربعين أو الخمسين أو حتى السبعين والثمانين ليحدثك عن العقيدة فإذا حديثه حديثه الكتب الخاملة حديث ابن عشرين الذي يحفظ المتون شيء غريب مؤسف جداً مقلق مخيف مرعب بالنسبة لي مزلزل لا أريد هذا أنا أريد نفسك الخاص لا أحب أن أستخدم كي نريد بصمة لأنها ابتذلت لا نريد هذه البصمة روحك الخاصة كما أقول دائماً نسختك المخصوصة ذوب وذوق تجربتك كلام مستخطر من تجربتك من روحك كلام طازج غض طري أيها الإخوة ودائماً جديد ومستجد لأنه هي رحيق التجربة المتجددة العارب بالله كل يوم عنده كلام جديد كل يوم عنده فهم جديد وهؤلاء أصحاب الكتب كلامهم خامل جامد أو دعوه وسكبه أيها الإخوة في مقررات نثرية وشعرية يتحفظونها ثم يرددونها كما هي حالة من حالة المواث العقدي فالعقيدة معطلة إلى حد بعيد حتى نكون واضحين بعد ذلك الأخلاق معظم القرآن أخلاق جزء كبير جداً فيه أخلاق أين الأخلاق؟ أين الأخلاق؟ نحن سطط بنا النزعة التي تعرف في علم القانون خاصة من الإصطلاح الفرنسي حب أو عشق القانون نزعة في علم القانون ما رفها كذا بعض الناس عنده نزعة قانونية السياق الغربي بالذات هم ولدوا وسكوا هذا المصطلح بتأثير الدين وتأثير الدين بأثر وتأثير من الدين لماذا؟ لأن الدين وخاصة المسيحي بعيد من اللغة القانونية الدين اليهودي قانوني محط الدين الإسلامي المفروض أنه مقتصد وأقرب إلى الروح اللا قانونية أقرب إلى روح المحبة والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة لكن الذي حصل عمليا عبر التاريخ والآن أنه تقريبا حول وعيد إنتاجه ليكون دينا قانونيا نسبة سبعين أثمائة تسعين حتى في المئة كما قلت نصف المكتبة يعني أقل شيء بنسبة خمسين في المئة لكن عموما في حياتنا هذه لا الفقه صاطن بنسبة قريبة من دسعين في المئة كل شيء فقه انتبهوا فأصبحنا أشبه باليهود من هذه الناحية ولذلك فينا قساوة اليهود صرامة حدية النزعة القانونية هذا لي هذا لك المسيحيون لديهم ماذا نزعة المحبة بطبيعتها تقف ضد القانون تقف ضد لا أنها تخرق القانون لا 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 تتجاوزه في باب الحقوق كرما وسخاء وتسامحا ومحبة تتجاوزه أبدا انتبه لذلك قلت أحبتي أول أمس أشعر بالقلق أيضا وبالنفور من أي واحد من إخواني من أحبتي حين يأتي يسألني في باب الزكاة في مساء المحددة هو يفهم ما الذي عليه لكنه يريد أن يضمن أن يخرج القدر المفروض بحذافيره دون زيادة أشعر بقلق مخيف من هذا ولا يريد أن يغلب فيخرج ربما مبلغا بسيطا يكون زائدا عما يجب عليه سأخرج مع لي فقط انتهى كل شيء هذا سطى به المنزع القانوني هذا صاحب نزعة فقهوية هذا لم يفهم الدين على أنه رحمة وسخاء وسلامة وكرم وحميمية وعطاء إلا أصحاب اليمين في جناتي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين الصلاة نفسها باب للتواصل مع الله ومن ثم ترتد تواصلا مع عباد الله كل صلاة لا تنعكس ولا تترجم تواصلا أو مزيد تواصل مع عباد الله هي صلاة غير مقبولة هي صلاة لم تؤدي غرضها يصلي 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 لكنه مفصوم ومفصول عن الناس صلاة غير مقبولة هذه مش هذه الصلاة ولذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض فويل للمصلين الذين هم الذين هم يراؤون ويمنعون الماء يصلي والله يقول ويل له لأنه يرأي ويمنع الماعون غير متواصل غير كريم غير سخي غير مندك في المجتمع غير شاعر بالناس وما هذه الصلاة هذه الصلاة غير رحمانية لماذا؟ لأنها لو وصلته بالله وزادته معرفة بالله لنعكس هذا ماذا؟ مزيد رحمة وحب وشعور بالبشر اشتركوا في القناة